ترجمة نانسي قنقر بيانات التضخم الامريكية خلال اليوم النهاردة والمتوقع طبعا هي تيجي بشكل افضل من الشهر الماضي مما سيزيد الضغوطات على الفيدرال الامريكي رافع الفايدة بشكل اكبر خلال الاجتماع مايو المقبل دي كانت اهمل اخبار معثار في الاسواء خلال نشوف مع حضراتكم البيانات المنتظرة خلال اليوم نكون في انتظار معاشر اسعار المستهلكين الاساسي الامريكي المتوقع لي خمسة من عاشر في المية ودي نفس نتيجة الشهر الماضي هذه كانت اهمل بياناتهم من اخبار ولذلك ننتقل مع بعض ونشوف تشورت وقاعتنا ليع المدار اليوم زي ما وضح معنا على تشورت الاداء السلبي والانخفضات والاداء السلبي تبع المستوى كل المؤشرات الاداء السلبي على الايم اي على السار على الاستكاستيك على الفلا تريند تقاط والمتوسطات سعر الاسفل ثبات سعر اسفر وثباتوا اسفل النطوات المحورية التلاتين اربعين ولذلك نتوقع نتوقع مزيد من الاخفضات ولكن مشهرت كسر ال 29-95 علشان يروح للخمسين وراها ال 29 فلات مرة تانية كسر ال 95 وراها ال 50 وراها ال 29 فلات سناريو الاخر المعاكس بكسر ال 30-75 وراها ال 31-10 واخر نقطة عنده راحة 30-65 وبكده اذا متابعين يكونوا سهرين عن نهاية الفيديو بطنالكو اكيد يوم تدوي الامن وبشكركم على حسن طبيعتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة